قال وحمه الله عن حذيفة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أره أبو داود بسند صحيح نعم هذا حديث يعني علاج لما ذكر علاج لمن يقول شاء الله و شاء فلان لو لا الله و فلان على الحذ ثم بدأ الواو التي تقتضي الترتيب بس يعني حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لو لا الله ثم استخدم ثم بدأ للواو شيء للواو ألغي الواو لتقتضي المساواة وضع ثم لتقتضي البعدية و ترتاح بهذا الأمر و فيه هنا أنه لما نهاك عن شيء أعطاك البديل قالك لا تقول الله و فلان طيب شا قل؟ قل الله ثم و فلان فأعطاك البديل الصحيح نعم ترجمة نانسي قنقر